بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبت وطلبات الصف الاول الاعدادي زيكم عاملين ايه يارب يكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نشتغل مع بعض يونت سكس في منهج انجل شوارلت سيفن المقارعة الصف الاول الاعدادي معكم بسم الله الحمد يكون سوا انجلش يلا بينا عندنا يونت سكس بعنوان يعني يالها من شخصية نشوف الكلمات بتاعتنا وافت معناها ينبعث او يطفو في الهواء سكرودرايفر مفك سكروتينيز يمعن النظر يحدق النظر اكسبريشن تعبير او ملامح فورهد جبهة ايبرو يعني حاجب تشين يعني زق كونسنتريت يركز كونسنتريشن تركيز نيت يعني انيق او مهندم جلمس يعني يلمح او لمحة او نظرة ساتسفكشن يعني رضا او قناعة كارتون كاركتر يعني شخصية كارتونية اقلي كاركتر شخصية قبيحة فاني كاركتر شخصية مريحة سكاري كاركتر شخصية مرعبة هيرو بطل پريزند يعني هدية ووركشوب ورشة پاسدجوي يعني ممر بلمز يعني بركوك الفكه بيتيز خوخ سيمارينج سيمارينج معناها مطبوخ بنار هدية يعني مطبوخة عن نار هدية سينجل ستيب سينجل ستيب معناها خطوة واحدة ناط يومي بالموافقة يعني يحرك رأسو الامام كده تعبير عن الموافقة كورتيارد فناء او ساحة كسكيدنج تعاقب سل يعني عتبة او حفة الشباك ليدن يعني محمل ووركبينش طاولة العمل بيرتشد معناها جاثم جاثمة يعني وقفة علين حطة علين استقرة علين على مكان عالي فراونين معناها مقطب عن حاجبي سترايكينج بارز سترايكينج يعني بارز بروديوس يونتك بير ايت يحدك النظر وانضر يتساءل او يتعجب ايبرون يعني مريلة مئزر بينايف كي سايلانت معناها مطوخة بيكون يشير اويومي انتريكاتلي بشكل مؤقت كير كارفد كارفد معناها منحوطة او منكوشة سورفس يعني سطح اكستريملي طول طويل للغاية اكستريملي ثن نحيف للغاية بوينتتشن دقن او زقن مدببة بروت فورهيد يعني جابين اي واسع او عريض جابها عريضة روزي تشيكز يعني خدود وردية كيرلي مصطاش يعني شنب مجعد دارك اي بروز حواجب داكنة اللون غري هير شعر شايب او شعر اللون اي فضي وايز يعني حكيم ثوتفول يعني مراعي لشعور الاخرين شارب ايد يعني صاقب النظر ديليكيت رقيق او حساس نيت يعني انيق او مهندم بلايرز يعني زرادية او كماشة دي بقى طولز بلايرز زرادية او كماشة سكرو درايفر مفك بنايف مطوة همر متركة او شكوش نيلز مسامير رم يعني حافة راك يعني رف او حمالة راك رف او حمالة فارنش يعني ورنيش سكرو مصمار لو لبي اللي هو بقى شكل حلزوني دا سكرو مصمار لو لبي تشزل يعني ازميل دي كلها طولز ادوات تاني هنا كتب لي بقى الادوات برضو الديفنيشنز بتاعتهم وفت معناها ينبعث او يطفو في الهواء لأ دي كلمة مش التلزمش الادوات سمر معناها وفت ينبعث او يطفو في الهواء يطفو في الهواء سمر يغلي ببط يعني يتدلى او يزبل يعني يتدلى او يزبل بتصنع شيء عن طريق انك بتقطع الخشب او الحجارة بتنحتو او بتقطعو معناها يغمز يعني تغمض عين وتفتح التانية بسرعة كده وانت بتبصر حد grand معناها يتسم ادسامة عريضة to give a very big small mind معناها يمانع to not want to do something perch معناها to sit on the edge of or end of something يجلس على ايه على حفة شيء concentration تركيز the power to give full attention قدرتك او القدرة النقطاتي انتباهي الكامل expression to look on someone's face اللي هو ملامح او تعبير الوجه يعني الشكل او المنظر على وجه الشخص او الانسان satisfaction a pleased feeling that something is good يعني هو احساس جيد او صار يعني ان something is good يعني بان شيء جيد احساس الرداء والقنعة glimpse a very quick look at something يعني نظرة ايه خاطفة سريعة كده على شيء طيب نشوف هنا جايب لي حاجة اسمها compound nouns compound nouns يعني ايه compound nouns يعني كلمات مركبة يعني كلمتين بنضفهم جنب بعض بناخد منهم او بنحصل منهم على ايه على كلمة واحدة زي ايه كده زي مثلا كلمة work plus bench بقيت عندي كلمة اسمها work bench اللي هي ايه طاولة العمل هي bench الواحدة يعني طاولة او مقعد ويه work يعني عمل work bench طاولة العمل a bench for doing things on يعني طاولة لقيم بايه بالصناعة او بتعمل حاجة عليها work plus shop بقى عندي workshop اللي هي ايه ورشة a building for making things in اه مكان بتصنع فيه او مبنى كده بتقوم في ايه بتشتغل فيه اه screw plus driver بقى screw driver a tall for driving in pushing in يعني اللي هو فك او خلع ايه screws المسامير pin plus knife بقى عندي pin knife نايف لوحدها يعني سكينة a small knife for sharpening pencils يعني عبارة عن سكينة صغيرة كده اللي بار يلقيه الالام الرصاص طيب نشوف هنا كده عندي idioms and expressions شوفوا المصرحات دي come along in come along in معناها يدخل الى walk ahead of walk ahead of يمشي امام walk along يمشي بامتداد يمشي بامتداد catch a glimpse يلمح waft past his nose تنبعث رائحة نحو انفه give full attention to ينتبه تماما لي stand up street يقف مستقيم welcoming smile بتسام الترحيب simmering fruit فاكهة تطهى بنار هدئة single step خطوة واحدة window sill حفة او عتبة الشباك expression of satisfaction شعور او تعبير او تعبير او تعبير عن ايه الرضا طيب نشوف بقى البريبوزيشن زي حروف القر عندي كلمة at all at all على الاطلاق at any time يعني في اي وقت talk to يتحدث الى knock on the door يترك على الباب made of مصنوع من on the stove على الموقد point two يشير الى lean over يتكي على lean over يتكي على on the wall على القدار peer at يدوكك النظر في laden with محملة بي sit on the bench يجلس على ايه على المقعد نشوف درسي بتاعنا درسي بتاعنا بعنوان mr. duffy's workshop يعني ورشة mr. duffy هنا بيقولي grandfather wanted george to go to mr. duffy's house to collect a present يعني هنا القد يعني ارد من george انه يذهب لورشة mr. duffy علشان ايه علشان يحضر او يأخذ منه ايه هدية the present was for george's little cousin sally الهدية كانت علشان sally اللي هي من sally الصغيرة تبقى بنت عم من george طيب نخب بانه هنا كده انه في الجملة الاولى بيقول to collect a present a present لان الهدية دي حاجة تعتبر ايه مجهولة او غير معروفة لأول مرة بتكلم عنها فخل استعمل معها ا اللي هي ايه اداة ال ايه النكرة لما اتكلم عنها مرة تانية في الجملة اللي بعدها فاستخدم ايه ذا اداة ايه التعريف لان الهدية ديوقتي ده متكلمنا عنها في وسط الحديث ونيجي نذكرها لتاني مرة بقت كده ايه معرفة علشان كده استخدمها معها اداة المعرفة ذا يعني يعني جورج بيقوله ان ميسر دفي اتصل ايه هذا الصباح كلمنا يعني يعني انتهى من ايه من الهدايا يعني لو تقريبا او مفهوم كده انه ايه كان بيصنع الهدايا وهنشوف في الاخ هل تمانع هل تمانع في الزهاب الان جورج لم يمنع في الزهاب على الاطلاق لانه كان بيحب الزهاب لبيت لمنزل ميسر دفي في اي وقت هو كان بيحب التحدث مع او الى ميسر دفي عن عمله يعني هو كان مفتون بالادوات بتاعت مين بتاعت ميسر اي دفي طيب هنا بيقول يعني يعني المشي لعدة دقائق كده احضر جورج او قادة جورج الى منزل اي عالي او منزل مرتفع come along in جورج ساري لا هنا هو قرع او خبط يعني على باب خشبي قديم بعد اللحظات قليلة ميسر دفي فتحت الباب come along in جورج يعني اتفضل ادخل اي جورج she said ميسر دفي is in the workshop ميسر دفي موجود فين في ال workshop في الوالشة she walked ahead of جورج along a short passageway يعني هي تقدمت او مشت امام جورج بامتداد كده ممر قصير and stopped at the open kitchen door وتوقفت عند باب المطبخ المفتوح جورج caught a glimpse of bowls of plums and peaches on the kitchen table يعني جورج اخد نظرة كده او لمح balls اللي هي جمع bowl اللي هي بولة او سلطانية طبق عميق كده فيه plums برقوق و peaches خوخ على التربيسة بتاعت المطبخ a delicious smell of simmering fruit wafted past his nose يعني ايه يعني فيه رائحة رائحة لذيذة لفاكهة تطبخ او تطه على نار هدئة الرائحة دي كانت منبعثة كده ايه امام ايه امفو missus duffy pointed to an open doorway يعني شورت له على ممر كده مفتوح we're bright sunlight full across the single step يعني حيث ايه نور الشمس او دوق الشمس الساطع كان يسكت على خطوة او درجة سلم منفردة you know your way don't you george فبتقوله ايه بتقوله انت عارف طريقك لسه كذلك يا جورج فجورج ناضد يعني او ما اكده كأنه بيقولها او عارف thank you شكرا missus duffy he said بيشكرها جورج stepped into the small courtyard يعني مشى في او دخل الفناء الصغير ده brilliant with flowers cascading cascading in streams of white pink and crimson from pots on the window cells يعني هو كان شاف ظهور جميلة متقلقة كده ورا بعضها يعني كأن الظهور دي بتتضفق كده ورا بعضها الألوان الأبيض والبينك واللون الكرموزي في الأواني بتاعتها الزرع بتاعتها on the window سلز على حفة الشبك يعني في فرقنا كده شجرة خوخ الفرق بتاعتها متدلية ومحملة بي السمار الزهبية بقرب من الشجرة يعني فيه باب مفتوح يعني جورج عبر الفناء كده ودخل للورش بتاعت مستر دافي يعني المكان ده هو أحد الأماكن المفضلة لجورج في العالم ومستر دافي واحد من الأفضل الناس بالنسبة له يعني مستر دافي كان متكئ كده منحني على مقعد بتاعت العمل بتاعه أو الطويلة بتاعته بتاعت العمل اللي بيشتغل عليها على الحائط بجانبه clean but well used screwdrivers chisels and pliers of varying sizes جانبه كده على الحائط في الأدوات بتاعته هي نظيفة بس يعني مستعملة بشكل جيد عبارة عن إيه اللي هي المفكات والكماشة والزراضية والإزميل اللي بيانحب به ده فيه بأحجام مختلفة we arranged in neat racks alongside hammers and saws يعني هي يعني مترتبة الحاجات دي الأدوات دي مترتبة فيه رفوف أنيقة كده بجانب الشوكيش أو المطارك والمسامير rules of tiny paint pots يعني فيه صفوف كده من العلب الصغيرة علب الدهان أو الدهانات يعني الصغيرة and varnish و الورنيش stood on نارو شلفز موجودة أو مصفوفة كده على رفوف ضيقة with fine delicate brushes ومعها فرش لطيفة برضو نعمة in long plastic boxes فيه سنضيق بلاستيق طويلة and pots of screws and nails وفيه برضو أويني أو قدور أو علب من المسامير Mr. Duffer's glasses were perched on the end of his nose يعني النظرة بتاعته كانت جاثمة يعني وقفة بارتفاع كده على أنفو على نهية أنفو and he was looking carefully at a thick piece of wood وكان بينظر كده يعني بيدقى النظر في قطع خشبية he ran his long fingers gently over the surface كان بيجري أصابيع الطويلة كده على سطح القطع الخشبية he was frowning a little with an air of concentration كان عابس أو قطب جابين وكده قليلا وكان مركز قوي he scrutinized the wood for sorry for a few seconds يعني هو كان ضقق النظر في القطع الخشبية اللي معه دي for a few seconds for a few seconds لثواني قليلة then he stood up straight with an expression of satisfaction بعد كده هو وقف بقى بي كان عليه تعبير كده بالإيه الرضا يعني يعني كان هو حاجة كان بيفكر فيها مش عارق يعملها ازاي او كده بعدين ايه فأخيرا وجدها او لقاها يعني فكان بنى عليه احساس بالإيه بالرضا at that moment في تلك اللحظة أو في ذلك الوقت he noticed george لاحظ مين هو لاحظ او اخذ بالون george and turned towards him with a welcoming smile وبعدين اتجه ليه استضر ليه كده بابتسام الترحيب the most striking thing about mr. duffy was that he was extremely tall يعني اكتر حاجة ممكن ترفت انتباهك لفتح انتباه في mr. duffy انهو كان طويل للغاية وكمان the second striking thing الحاجة التانية بقى برضو المساري الانتباه was that he was extremely thin انهو كان نحيف جدا this always surprised george as he never came to the house without smelling something delicious cooking on the stove ده اللي كان ايه يعني محير جورج قوي لانه عمره مجاه البيت قبل كده اللي لما كان بيشم رائحة طعام زكية او رائحة شهائية يعني لطعام يطبخ على الموقض او يطهى يعني على الموقض يعني كانه بيقول هو دايما زوجته بتعمل اكل كتير قوي فهو يعني very thin او extremely thin ليه ونحيف اوي كده او he wondered how mr. duffy stayed so thin when so much tasty food was produced from mrs. duffy's kitchen او هو بيتسأل او بتعجب كيف ان mr. duffy يبقى نحيف كده مع ان يعني الطعم طعم لذيذ كتير يعني بيطلع او بيوتها من مطبخ mrs. duffy mr. duffy peered at george over the rims of his glasses يعني mr. duffy قعد فضلي بص او ضكك النظر في george كده من حفة النظرة بتاعته he had a large nose above a pointed chain يعني هو كان عنده ام ام كبيرة فوق زقن مدببة and a brood forehead وي جابها عريضة with thick dark eyebrows وي حواجب يعني لون هداكن غزيرة سميكة his short graying hair stood up from his head وكان عنده شعر برضو رمادي قصير في رأسه he seemed to george like a wise old bird هو بالنسبة لجورج كان يبدو مثله طائر عجوز حكيم sharp eyed and softful sharp eyed يعني حد البصر وي مفكر he always wore a long blue apron يعني كان دايما بيرتدي مريالة زرقاء طويلة which made him look even taller and thinner والتي جعلته كانت جعله يبدو أكثر نحافة وطول أكثر طول ونحافة in the pocket was a short pencil في الجيبة في جيبه كان فيه المرسوس قصير which he sharpened from time to time with a tiny pen knife واللي هو كان بيبريه من وقت الآخر بالمطوى الصغيرة بتاعته هلو جورج سيد مستر دافي هلو مستر دافي ريبلاي جورج بيرحب بيه فجورج بيرود عليه تهية مستر دافي بيكون جورج to a table against one wall يعني مستر دافي بيشير لجورج لترابيزة كده بجانب الحائط this was the table where مستر دافي put finished pieces of work ترابيزة دي هي اللي مستر دافي بيضا عليها الأجزاء القطع المنتهية يعني القطع الشغل اللي هو ايه عملها وأنهاها there was a large polished box made of gold colored wood يعني كان موجود ايه على ترابيزة polished box يعني صندوق مطلي كده مصنوع من gold colored wood خشب ملون دهبي بلون الدهبي يعني and a small round table with intricately curved legs وكان في كمان a small round table ترابيزة مدورة صغيرة كده with intricately curved legs في لها أرجو منحوطة beside the table was Sally's present بجانب الترابيزة كان فيه هداية Sally it was a small wooden boat الهداية كانت عبارة عن قارب خشبي صغير across the middle of the boat يعني في منتصف يعني في منتصف القارب كان فيه we're three little benches and each bench had three holes in يعني كان فيه three little benches ثلاث مقاعد صغيرة وكل مقاعد كل bench had three holes فيه ثلاث سكوب في كل بنش كل مقاعد موجود فيه سكوب hole in each hole في كل سكوب was a small round wooden sailor كان فيه بحار خشبي round صغير ومستدير كده بحار with a blow body جسمه لونه أزرق around head رأس مستديرة and tiny sailor head و القبعة البحار الصغيرة they locked as as though they were sitting on the benches كانوا يبدون وكأنهم جالسون على تلك المقاعد mr. duffy lifted out one of the sealers mr. duffy رفع أو حمل كده أحد البحارة دول and showed it to george و فرّجو لي george the sealer had dark hair شعر كان عنده شعر يعني لونه غامق كده أوكي روزي تشيكز و خدود وردية and a curly مصطاش و شارب مقاعد he was winking in a very shaky fashion يعني هو كان بيغمس أوكي البحارة كان بيغمس بعين وكده بطريقة ودودة يعني صديقة جورج loved جورج ابتسم he looked at the other sealers بعدين نظر البحارة الاخرون all their faces were different كل وجههم كانت مختلفة some were old and some were young البعض بدأ كبير سنو كبير والبعض كان يبدو إيه لسه شاب but they all looked friendly and cheerful ولكن الجميع كانوا إيه يبدو عليهم أن هما ودودين كده ومضحقين جورج grinned at mister doffy sal is really going to love this he said جورج قال لي mister doffy أن سالي هتحب هتحبها جدا خلاص كده جاب لك هنا بيقولك confusable words في كلمات كده confusable يعني ممكن تلغبطك زي بيقولك عندك a few minutes walk و a minutes walk ايه الفرق بينهم طيب ناخد بالنا كده a few minutes walk عندي الابستروفي جات بعد ايه بعد الاس لكن a minutes walk الابستروفي جات قبل الاس طيب ايه الفرق بينهم الابستروفي دي منقول عليها ابستروفي اس الايه الملكية ابستروفي الايه الملكية في الكلمة الاولى a few minutes الابستروفي جاي بعد الاس الكلمة minutes اصلا دي كلمة جامعة minutes جامعة اهية فعايزين يقول ايه وعايز يقول ايه عايز يقول ماشي ماشي ايه لدقائق وهنا ايه ماشي ايه لمدة دقيقة يعني هنا الماشي لدقائق وهنا الماشي لمدة ايه دقيقة ايه ايه كان بقولك بعد ماشي ايه لاسم جامع ويكون الجامع بتاعه regular منتظم منتظم زي boys girls students بعمل ايه بضيف ابستروفي فقط بدون ايه لان ده اسم جامع ومنتهي باس فبضيف ابستروفي فقط بدون ايه بدون ايه اول مثلا boys boys books يعني كتب الاولاد او students school مدرسة ايه الطلاب الابستروفي مفيش بعدها اس خلاص لان الاسم ايه جامع طيب هنا كلمة زي امنت ووك يعني ماشي دقيقة كلمة منت اصلا دي كلمة مفرد فلما جينا نعمل ابستروفي الملكية حطينا اس بعد ايه بعد ابستروفي طيب تاني حاجة جايب لكلمة wonder كلمة wonder نفس النط بس عندي wonder الاولى بال او والتانية بال ايه طيب wonder بال او معناها يتساءل او يتعجب بال او يتساءل او يتعجب wonder بال او يتساءل او يتعجب احفظوها يعني wonder بال او يتساءل او يتعجب wonder بال ايه يتجول wonder بال او يتساءل او يتعجب wonder بال ايه يتجول يعني اتلاقوا الحاجات اللي هي تريكي دي او الحاجات اللي بتعملكم مشكلة حاولوا تعملوا لها حاجة تخلوكوا تحفظوها يبقى wonder بالO يتساءل أو يتعجب to ask to feel surprised يعني يبدو متعجب أو to ask يتساءل يتجول هنا بالإيه قلنا يتجول يعني عسر عليه وهو يتجول إيه في شوارع نيويورك طيب طيب هنا تاني يبقى قلنا wonder بالO يتساءل أو يتعجب wonder بالإيه يتجول تشوف كده مع بعض بيقول لي هنا جايبي words ending ب-ate خلاص وقلنا ده اسمه إيه ها دي اسمه إيه ناهية اسمه إيه suffix delicate delicate رقيق أو مهزب delicate لا سوري أنا أسفع دي مش suffix دي أصلا في أصل الكلم أوكي عندي كلمة delicate معناها رقيق أو مهزب educate يعني يعلم fascinate يعني يفتن أو يخلب أو يسحر يسحر insulate معناها يعزل separate يفصل chocolate يعني شوكولاتة intricate معناها معقد illustrate يوضح أو يشرح concentrate يركز motivate يدفع أو يحس fortunate يعني محظوظ fortunate محظوظ celebrate يعني يحتفل بيقول لي هنا أن الكلمات الموجودة قدامنا دي يعني ممكن من الكلمات اللي هي one more than one class يعني they can be used as an noun verb or an adjective يعني هي كلمات بتصنف على أنها بتبقى من أكثر من class من طبقة يعني ممكن تستخدم كverb كنoun أو كأدجكتف زي مثلا هنا بيقول لي I like chocolate أنا بحب الشوكولاتة chocolate هنا نعون هم يقول لي I like chocolate ice cream chocolate هنا adjective يعني أنا بحب ice cream الشوكولاتة يعني نوعه إن هو الشوكولاتة أو adjective بتاعته أو الصفة بتاعته كده زي مثلا عندي كلمة separate separate معناها يفصل ده verb وممكن تجي verb بمعنى يفصل وممكن تجي adjective بمعنى إيه منفصل طيب نشوف الكلمات دي هنا كده برضو نفس الكلمات اللي حنا نسكر إنهم بس بيكلمني عن الميننك بتاعتها insulate معناها يعزل to protect from extreme cold يعني يحمي من البرودة الشديدة أو يعزلوا من البرودة الشديدة separate يفصل to place people or objects apart from each other يعني يضع الناس أو الأشياء منفصلين عن بعضهم celebrate to make a particular event with special activities يعني يحتفل fortunate very lucky fascinate to interest greatly يعني يفتن أو يسهر delicate fine thin easy to break or damage رقيق ضقيق جدا رفيق intricate complex in design معقد في التصميم motivate to encourage and interest يعني يشجع يحفز educate to inform and teach يعني يبلغ أو يدرس يعني يبلغ أو يدرس separate apart أو different يعني منفصل illustrate to draw pictures for a book or a picture or a piece of writing معناها illustrate يعني يوضح ترسم صورة آآ علشان مثلا كتاب آآ picture a piece of writing يعني مقالة أو قطعة مكتوبة توضيح concentrate to give all one's thoughts and attention to something إنك تحط كل اهتمامك وتركيزك وأفكارك في إيه في حاجة طيب جابي هنا مجموعة من الكلمات بيقول لي الكلمات دي موجودة فيها حرف C جاي بعد حرف S بيقول لي علشان كده السي بعد الاس إيه ما بننطهاش في بعض الكلمات السي بعد الاس لا تنطق زي مثلا fascinating نطقنا الاس والسي ما تنطقتش sorry scissors برضو نطقنا الاس scent آترة أو رائحة science علوم crescent يعني هلال descend ينزل أو يهبط ascend يعني يصعد جابي هنا برضو مجموعة من الكلمات ويأضاف لي جابها لي بقى بإضافة الإيه الصوفيكس في النهاية وإن الصوفيكس نهاية بتضاف في آخر الكلمة علشان بتغير معناها زي مثلا كلمة illustrate يوضح ضف لها مقطع e shant t i o n illustration توضيح concentrate يركز concentration تركيز separate يفصل separation فصل أو عزل celebrate يحتفل celebration احتفال educate يعلم education تعليم fascinate يفتن يسهر fascination يعني فتنة أو سحر insulate يعزل insulation عزل motivate يدفع أو يحز motivation دافع أو دافعية بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا خلصنا بارت 1 إن شاء الله في جزء ثاني نشرح فيه بارت 2 بارت 3 لو أجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة ولو عندكم أي استفسار اكتبوا لي فيه الكومنت شوفكم على خير good boy